The roof and racing انطلق شوطة السادس على كاسمو شيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة السباق التجريبي ينطلق لكاس الملك لعام 2019 للجيادة اللوكل انتاج محلي إذن بانطلاقة خمس من الجيادة اللوكل خطوة بخطوة من البداية مليار المرشح الأول في هذا السباق والمرشح الثاني نيوز بريكر في المركز الثاني هاي رولر يأتينا ثالثا بينما نايتن دي في المركز الرابع ولزام تأتينا خامسا إذن هذه الصدر وهذه المركز مليار لازال هو الذي يتصدر سباق الفائز بسباق سيدي سمو ولي العاد نيوز بريكر يأتينا في المركز الثاني بشعار فيكتوريس بينما هاي رولر في المركز الثالث نايتن دي بشعار فيكتوريس أيضا بالكاب الأبيض في المركز الرابع ولزام في المركز الخامس إذن نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع مليار سلالة بلوسار ومالتي ستور على صدارة هذا الشوط نيوز بريكر في المركز الثاني سلالة أنكورمان وستل ستيكسينس والمركز الثالث يتواجد هاي رولر مع الفارس روبرتار بينما رابع نوناليكا نايتن دي والمركز الخامس لزام إذن هذه الصدارة ثابتة حتى الآن مع مليار أندرو إليت هو الذي يتحكم بمجريات هذا السباق نيوز بريكر يأتينا في المركز الثاني مع جيرالد موسي بينما نايتن دي يتقدم إلى المركز الثالث مع الفارس المتمرن عبد الرحيم جاسم هاي رولر في المركز الرابع والإزام حتى الآن في آخر الجياد هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا تزال الصدارة مع مليار مع الفارس أندرو إليت المركز الثاني انطلق نيوز بريكر مع جيرالد موسي والمركز الثالث نايتن دي مع عبد الرحيم جاسم هاي رولر في المركز الرابع والإزام حتى الآن في آخر الجياد إذن مليار لا زال هو الذي يتصدر السباق من بدء الانطلاق بشعار سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة محاولات من قبل نيوز بريكر لكن مليار هو الذي يتصدر السباق من بدء الانطلاق وحتى خط النهاية مليار بطلا للشوطة السادس نيوز بريكر في المركز الثاني نويت ان دي في المركز الثالث وهوي رولر في المركز الرابع